قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع مئة نقطة أساسة واحد في المئة ليصل إلى تسعة عشر فاصل خمسة وعشرين عشرين فاصل خمسة وعشرين وتسعة عشر فاصل خمسة وسبعين في المئة على الترتيب وأعلن البنك المركزي رفع سعر الاقتمان والخصم بواقع مئة نقطة أساس ليصل إلى تسعة عشر فاصل خمسة وسبعين في المئة